سألوني أخوتنا سؤال لماذا نسميها أربعة أيوب وما معنات أربعة أيوب أربعة أيوب تتأمل الكنيسة بأيوب الرازح تحت الأوجاع والألام اللي صارت عليه وبوجه الأمرأة التائبة في عنا ثلاث أمور بتصير بهذا الأربعة نتأمل بأيوب وأوجاع أيوب وبالأمرأة التائبة وكمان بمسح المرضى لأنه هي كانت بالأساس هيدا اليوم اسمه يوم مسحة المرضى فيه بنمزح جباه المؤمنين بالزيت هلأ نقول لكم ليش تتأمل الكنيسة اليوم بيوم الحكم على الرب يسوع ولهذا كان يوم الأربعة هو صوم وقطاعة مثل نهار الجمعة بالظبط مش هكسر الأربعة هو أربعة صوم بهذا اليوم كمان بتقيم الكنيسة ردبة القنديل كما قالنا ردبة القنديل وتبارك بالزيت جباه المرضى والمؤمنين هيدا الردبة اللي بالأساس كانت بتتسمى ردبة مسحة المرضى اللي تقام نهار الأربعة كمان تحديدا بالأربعة الألام وأربعة اللي صار كمان منقلة أربعة أيوب وكمان نقدر نقلها أربعة ردبة القنديل لشك أنه هيدا أربعة الألام جميلة جدا لأنه بتخلينا نعرف شو قيمة الألام شو معنات ألام ربنا يسوع المسيح وألام اللي عانى منه كمان البار أيوب إذن يمسح المؤمنون بالزيت الذي يرمز إلى الشفاء والتشجيع والنور والمسح بالزيت هو علامة حب من الرب للمتألمين والمعذبين والخطأ لأنه بصير نور على مثال يسوع نور العالم بيسمى بأربعة أيوب وبتم التأمل بالألام كجسر عبور إلى الله نتأمل بألام أيوب ويصير الألام جسر للعبور إلى الله ومما قاله يعقوب اللي قاله يعقوب كمان كتير مهم عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إليه وقال الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا حتى على الموت قال هيدا كمان بيد الله الله أعطاني الأولاد الله أخذهم فليكن اسم الرب مباركا الله أعطاني الرزق الله أخذهم لهالأد كان صبر أيوب كتير مهم وكتير قوي ونتج عن إيمان لا يتزعزع لا يجد الألام جوابه إلا مع المسيح المتألم كطريق للعبور إلى فرح القيامة ومجدها إذن لا يجد الألام جوابه إلا مع المسيح المتألم كطريق للعبور إلى فرح القيامة ومجدها خلاصة الأمر نرى بأربعة أيوب من كل هذه الأحداث لزكارنية أنه يجدر بنا أن نأخذ العبر الروحية التالية من أيوب نأخذ الصبر وتسليم الذات الكامل دون تغيير بالموقف مهما كانت التجارب الخارجية قوية أو مؤزية أو محرجة أو جارحة ما يتغير موقفنا وهذا ما نأخذه من شخصية النبي أيوب ومن الأمر الخاطئة نأخذ الشجاعة على الاعتراف بخطيطنا قدام الرب بواسطة الكاهن ومنكفر عنها تحتى نستحق المناولة الفصحية وبكل مرة نرى إيد الكاهن ترتفع لتعطينا الحل خلينا نفكر بأن هذه هي إيد الله كل أربعة أيوب أنتوا بخير وكل سنة أنتوا بخير وخلينا اليوم نتذكر ألام ربنا يسوع المسيح ونصلي معه تحت نوص الأخشية لقيامة ربنا يسوع المجيدة آمين